الموضوع ذي للحوار في إقصاء لبعض النقابات الاعتبارات السياسية في عدم مباشرة الحوار مع التنسيقيات اللي عندها مشروعية نظارية ميدانية أنتما أمعنتم كحكومة في إهانة رجل التعليم ونساء التعليم بصفة عامة من خلال نظام أساسي مشؤوم أبدعتم في إضافة العقوبات عدم تحديد ساعات العمل بناء أشوائي لمنظومة المهن والأعباء المهنية الإضافية فانضار عن إخلافكم الوعود الانتخابية قبل من الانتخابات كان الحزب ديالكم كان يتبجح بأنه سيضغي التعاقد وسيزيد للجل التعليم 1500 درهم ومنكم اللي قال بأنه ضربونا بالحجر لما كان شيء يتحقق فإذا بين مغاربة وتفاجئوا بأنه كان شيء كله تبخر بسرعة سيد الوزر المحترم هذا المحضر اللي روجته للبرح بكثافة وصورت بأنه المشاكل كلها تحلات ودرته فتح مبين وإلى آخره هذا فيه إهانة إضافية لأنكم اختزلتم مطالبين رجال ونساء التعليم في ما هو مد بينما الحقيقة وأنه رجال ونساء التعليم يطلبوا بالكرامة أولا وخصكم تعتاضروا لهم وخصكم تحبوا ذلك النظام الأساسي المشؤوم سيد الوزر المحترم هذا المبلغ ديال إضافة 1500 درم صافيلي كزيادة عامة في إخلاف صريح الوعود الانتخابية ديالكم هذا الدعم اللي انتم كتتكلموا عليه سيد الوزر المحترم دعمك يجي من بعد أنه الوليدات يكونوا قرأوا ما قرأواش على أش من دعم كتتكلموا درجة سيد الوزر نعطيك واحد نكتة مخزية يعني مخزية أنه في بعض المناطق جمعية دية تربية المواشهية لكتشرف على تنظيم الدعم عملية الدعم سيد الوزر المحترم لا سبيل إلا سمحتها سيد زور أنا اللي كان سير أنا اللي كان سير يا واش محلية تفضلوا تفضلوا سيدنا تفضلوا سيد الوزر المحترم المدخل لإصلاح منظوم التربية والتكوين أنتم أخلفتون موعدا بانقلابكم عن رؤية الستراتيجية وقالوا الإطاع